موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله كانت السوق النفطية تعلق الآمال على اجتماع الدوحة الذي عقد الأحد الماضي لتوصل إلى اتفاق حول تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي وكانت الأسعار قد بدأت في اتجاه التعافي بتجاوزها خمسة واربعين دولارا بزيادة تصل إلى ستين في المئة عن المستويات المتدنية التي سجلتها في يناير الفائت بفضل التفاؤل من التوصل إلى اتفاق بين المنتجين الكبار لكبح تخمة المعروض التحليلات التي عقبت الاجتماع بدت قلقة جدا من استمرار معركة الحصص وإغراق السوق بنفط متدن الأسعار بتوجيه من العامل السياسي الذي لم تتضح معالمه بعد إزاء قضايا المنطقة وزير طاقة والصناعة القطري أعلن عن تأجيل اتخاذ قرار سقف إنتاج النفط إلى اجتماع آخر في يونيو المقبل لإتاحة مزيد من الوقت للتباحث والتشاور لكن الأسعار سجلت تراجعا طفيفا ربما بلغ خمسة في المئة بعد إخفاق الاجتماع في تثبيت الإنتاج وكانت قد استوعبت فعليا احتمالية التوصل للاتفاق بناء على تصريحات مسؤولي نفط واتفاق أربع دول من بينها السعودية وروسيا في فبراير على تجميد الإنتاج إن التزم باقي كبار المنتجين بذلك في إشارة إلى إيران التي بلغ إنتاجها في مارس الماضي حوالي ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف برميل يوميا حسب أوبك خبراء نفط يقولون إن الموقف الإيراني لن يكون المشكلة الوحيدة بسبب أن قدرة إيران على زيادة إنتاجها يبقى محدودا لكن الموقف الروسي هو المهم فموسكو تعتبر من أبرز منتج النفط من خارج أوبك المحللون الماليون يقولون إن مباحثات التجميد القادمة ستحدد السرعة التي يمكن من خلالها إعادة التوازن للأسواق وأي حد للارتفاع المتوقع ويشيرون إلى أن اتفاق التثبيت في حال شمل إيران سيجعل الأسواق متوازنة تماما في الربع الثالث من هذه السنة لكن الأسعار لا يتوقع لها أن تتعافى سريعا إلى مستوى يؤدي إلى توازن الماليات العامة لغالبية المنتجين وعليها العمل على استيعاب المرحلة القصيرة الآتية بخطط أسرع استجابة أرحب بضيوف هذه الحلقة الدكتور صلاح الطالب الخبير الاقتصادي الأستاذ سمعان جميل كرم رئيس مجموعة الصاروج والأستاذ عبدالقادر عسقلان رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخليج للاستثمار أرحب بضيوف الأعزاء في رؤية اقتصادية كما أرحب بكم مشاهدين أينما كنتم أعود إليكم بعد هذا الفاصل أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا اشتركوا في القناة 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 مشاهدين الكرام أهلا بكم في رؤية اقتصادية وفي هذه الحلقة التي نناقش فيها القراءة الحالية للسوق النفطية وأسعار النفط إثراء إخفاق اجتماع الدوحة والمنتجين للنفط في التوصل لاتفاق في اجتماع الدوحة في تثبيت الإنتاج دكتور صلاح عبدالمن معك مباشرة إذا اجتماع الدوحة لم يتوصل إلى اتفاق بين كبار المنتجين في تثبيت الإنتاج إلى المعدلات التي كانت في يناير الماضي هل كانت الأسواق تتوقع هذه النتيجة؟ حقيقة لم تأتي عدم التوافق ما بين المنتجين الكبار على النفط مفاجأة وإنما هذا هو مكان متوقع لأنه كما نعلم أن حجم الخلاف في جوانب السياسية بين المنتجين الكبار للنفط مسألة لا يمكن حلها في اجتماع واحد خاصة أن المنظر السياسي الذي له تأثير كبير على أداء السوق النفطية بالعالم يعني أتى من مجموعة من العوامل المتشابكة ولهذا أنا واحد من الناس كنت أتوقع أن هذا الاجتماع لا يمكن أن ينتهي بسهولة خاصة أن كما شهدنا خلال السنة ونصف الماضية أن بعض الأسعار التي سادت في السوق هي كما نسميها مسألة كسر عظم الكل يحاول أن يغرق السوق النفطية بمعروف كبير من الإنتاج لا يهم السعر السعر حتى في التصريحات الرسمية يقول مهما وصل السعر متدني حتى لو وصل إلى 10 دولار نحن مستعدين أن نبيع هذا يعني معنى ذلك أن الأسعار النفطية خرجت من دائرة العقلانية للأداء الاقتصادي لهذه السلعة إلى الغايات الأخرى خرج الإطار الاقتصادي لكن كيف مستعدون للبيع المقصود في زيادة الحصص في زيادة تخمة السوق نعم من خلال زيادة تخمة السوق يعني الآن السوق النفطية متخمة تشهد تخمة معدل ما بين 1.5 إلى 2 مليون برميل يوميا يعني إذا أخذنا الأفق الزمني الذي ساد به الموضوع للتخمة النفطية خلال السنة ونصف الماضية ممكن أن نصل إلى أن الآن السوق النفطية تشهد تخمة بحدود يعني لو ضربنا 1.5 في 600 يوم معناه 750 مليون برميل موجود فائث في السوق النفطية وهذه عملية حقيقة من الصعوبة الاستيعابة بسهولة في ظل عدم تنازل أي من المنتجين الكبار حتى عن برميل واحد من حصصين وقضية تثبيت الإنتاج لمعدلات يناير شيء ومتطلبات السوق في خفض الإنتاج شيء آخر حتى لو ثبت الإنتاج على معدلات يناير وبموجب الإحصائيات الرسمية المعتمدة تعد إنتاج يناير أعلى إنتاج للنفط في تاريخ إنتاج النفط في العالم إذن لن يؤثر كثيرا من الأسعار لن يؤثر كثيرا ولكن وفق ما جاء في دراسة منظمة الطاقة العالمية أن النفط سيشهد نوعا ما زيادة بالطلب بشكل طفيف لو ثبت الإنتاج على مستويات إنتاج يناير ممكن الفائض النفطي يتم امتصاصه خلال فترة ما تقارب ستة أشهر ولهذا تم التصريح أنه سيتم عقد اجتماع الدوحة حدد له أفق زمني أن يجمد الإنتاج النفطي بموجب الحصص المعتمدة في يناير لغاية شهر أكتوبر لغاية شهر عشرة وهذه الحقيقة جاية نتيجة لدراسات التوارية في هذا المآل طيب دكتور صلاح واضح أنه قبل اجتماع الدوحة كان هناك تمهيد وكانت السوق تتوقع عن فراجة في اجتماع الدوحة تمهيد اتفقت أربع دول من كبار المنتجين من بينها السعودية وروسيا على الالتزام بسقف الإنتاج إن شريطة أن تقدم باقي الدول من كبار المنتجين على نفس الخطوة أيضا كان هناك تصريحات لمسؤولين خليجيين بأن الاتجاه إلى اتفاق ما الذي تغير في اجتماع الدوحة برأيك؟ وهل نعقاده ربما من غير الحضور إيران ربما سبب؟ نعم نحن إذا أردنا أن نقسم المنتجين اللي لهم ثقل أساسي في السوق النفطية العالمية ممكن أن نحدد أن الروسيا هي المنتج الأكبر في العالم تأتي بعد المملكة العربية السعودية لأنه روسيا تنتج بحدود 11.4 مليون برميل يوميا والسعودية تنتج أيضا بحدود 11 مليون برميل حصة هاتين الدولتين من استهلاك النفط في العالم البالغ بحدود 93 مليون برميل يوميا يعني تشكل بحدود 24 إلى 25% فإذن هم هؤلاء اللعبين الرئيسي إذن الموقف الروسي هو الأهمل؟ نعم أنا أريد أن أصل إلى نقطة التفاؤل كان قائم الحقيقة على التصريحات التي سبقت الاجتماع يمكن بأسبوع قيل أنه تصريح صحفي أن هناك توجه للاتفاق بين الاتحاد السبيتي والمملكة العربية السعودية على تثبيت سقف الإنتاج وبدأ مؤشر الأسعار في الارتفاع الطفيف نعم وبدأ بالارتفاع الطفيف نعم ولكن المسألة الأخرى المرتبطة بهذا الموضوع يعني المشاهد لمشهد النفط يعلم أن العلاقة السياسية ما بين الاتحاد السوفيتي وما بين إيران هي علاقة يعني ممكن روسيا وما بين إيران علاقة ممكن أن تأخذ طبع التأثير على إيران في أن تحضر الاجتماع وفي أن تكون مستعدة لأن تدخل في هذا الحوار ولكن في اللحظة الأخيرة امتناع إيران عن الحضور وإصراره على أنه هي سوف تستمر في رفع الإنتاج إلى أن تصل حصتها إلى أربع ملايين برميل إلى ما قبل الحضر مع نهاية هذا العام فهذا الحقيقة أعطى هامش نفسي كبير إضافة إلى الفشل بالاجتماع بأنه التوجهات لأسعار النفط يعني أصبحت غير إيجابية نعم أستاذ سمعان يعني الواضح أيضا أنه عقب الاجتماع لم يكن هناك زخم من التصريحات الإعلامية بدأ المجتمعون في حذر شديد من إظهار مواقف قد تنعكس مباشرة على الأسعار بالانخفاض أو بالتدهور الجديد وقلنا أن الأسعار بدأت في التعافي وصلت إلى حاجز 45 دولار ما دلالات هذا القلق من إعطاء نتيجة الاجتماع الزخما إعلاميا مما لا شك فيه أن المشهد النفطي في العالم تغير نعم وجميع المنتجين والمستهلكين والخبراء يبحثون عن وضع جديد يختلف تماما لقد تغيرت قوة أوبك وكانت أوبك هي تتحكم كما تريد ضعفت اليوم قوة أو تأثير أوبك بشكل عام هذا أولاً وإذا بعدنا شوي عن المشهد السياسي وعمقنا أكثر في الأسباب في أسباب الثقة أخرى يعني في سبب معدة المفاتيح اللي بتأدي إلى مراقبة سر بيد مجموعة وحدة يعني لم تعود أوبك متحكمة في منحنة أسعار النفر؟ بنفس الطريقة اللي كنت متحكمة قاملاً وذلك لحوامي العديدة وخصوصاً منها طويل المدى ومنها ظرفة يعني إنتاج الصخري إنتاج النفط الصخري في أمريكا غير غير اللعبة بيكاملها أنا برأيي هذه وحدة من المعطيات اثنان يعني أمريكا عبتنتج لهم 9.50 مليون برميل من النفط الصخري يعني بدل ما تشتري بتصارت عبتصدر وكثير من الدول عبتبحث عن عن النفط الصخري اثنان ما بس المنتجين ده تشوف كمان المستهلكين المستهلك الأكبر كان بالسنوات الماضية وهو الدولي هي الأساس باللسلية هي الصين واقتصاد الصين متراجع بشكل لكن بدأ النمو الصيني في التعافي التدريجي اللي بدنا نوصل لو أن التعافي رح يجي بيجي لكنه محدود وطويل المدى هذا اللي بدنا نوصل له يعني ما لازم نتأمل لذلك الأمان لم تكن كثير من الخبراء كان رأيهم النجاح باجتماع دعاء وفشل لا يؤثر كثيرا في السوق لا يؤثر كما تفضل الدكتور صلاح من الأسباب هي التخمى الفائدة يعني حتى لو بكرة خفضوا الانتاج إلى بمليونين برميل يلي ده شيء كبير جدا يبغى لك سنة تبلع التخمة اللي موجودة خزانات العالم والسفن الكبيرة كلها محملة ما كان منتظر إذن التوازن في السوق النفطي سيأخذ وقتا طويلا بعض الخبراء يتوقعون هون ليس قبل 2008 أنا اللي بتصورون نحن نبرم اليوم نبحث على توازن جديد بين أوبك وبين منتجين الخارج أوبك وبين يعني بدو عيد في توازن لازم يصير غير أوبك لازم تصير أوبك أما موسعة أو أوبك تاني تتعاطمها الأوبك الحالية لإعادة توزيع الحصاص ولإعادة العقلينية كما تفضل الدكتور تدير كلمة حلوة لأن اليوم بالمرحل هي العقلينية ما موجودة بينما كان لازم يكون مثلا بدل من نتصابق على الدخل كم نتصابق على الانتاج يعني يعني ما أحد يبحث بالسعر اللي هو يبحث بيانتج أكتر والواضح أيضا على ذكر هذه الحيثية أستاذ سمعان أن كبار المنتجين مكتوون بخسائر انخفاض أسعار النفط الجميع مكتوي بالخسائر وإن بلعت هذه الخسائر في مراحلها الأولى هل هذا العامل سيشكل عنصر ضغط على قضية تقريب المواقف في التخلي عن التثبيت طبعا لأنه كل الموارد لحدود محدودة يعني بيحمل العجز أنا مثلا سنة وسنتين وبعدين لازم أوصل لمرحل يعني أنا لازم أتكلم مع باقي المنتجين طبعا هذه الأسعار ما رح تستمر بالشكل هذا وهذه الحرب لا يمكن أن تستمر لسنوات إنما في كسر عدم يعني من اليوم أقوى من التاني يهدي على رجوله هذه من الوضع أستاذ عبدالقادر اجتماع آخر كما صرح وزير الصناعة وزير الطاقة والصناعة القطري في يونيو المقبل هذه التصريحات صدرت عقب اجتماع الدوحة لإتاحة مزيد من التشاور من التباحث بين كبار المنتجين ما مقدار التفاؤل الذي يغلف التباحث والتشاور بين كبار المنتجين حاليا تمهيدا لاجتماع المنتصف القادم المنتصف العام أنا في الواقع بنظر للأمر أبعد منه بسأل سؤال واحد من يحدد سعر النفط هل هي الدول المنتجة أم هي الدول الأقوى من المنتجة أم عوامل العرض وطلب عوامل العرض وطلب برضو مش هم اللي بحددوه الآن الآن النفط يستعمل كلعبة سياسية للضغط على الدول لانتهاء السياسات معينة ما إله دخل الآن بالناحية التجارية قديش الإنتاج قديش الربح وقديش العائد الآن في خطة مرسومة لنزع لنزع الثقل السياسي للأمة العربية في العالم الثقل السياسي للأمة العربية ناتج من النفط من قوتها المالية ومن أرصدتها المالية إذا ما نجعت هذه القوة بدون أي قوة ثانية تعتمد عليها هذه الدول ماذا بقي للأمة العربية ولا شيء معناته هي لعبة عالمية مرسومة ويترأسها يعني هو العوامل السياسية تشير إلى العامل السياسي في نفس الإطار أستاذ عبدالقادر ذكر الأستاذ سمعان نقطة بأن أوبك لا تمتلك الآن على الأقل في إطار هذه التخمة وفي هذه الفوائض من المعروض النفطي مفاتيح الحل بمفردها محذر بمتلك مفاتيح الحل طيب هل تعتقد من الأهداف الاستراتيجية لبقاء أسعار النفط منخفضا أو منخفضا هو إخراج النفط الصخري أو الحفوري من المنافسة لا في عندك أربع محصادر للنفط في عندك الصخري وفي عندك الطاقة النووية وفي عندك الطاقة الشمسية هذول لما يصير إنتاجهم حسب ما هو مرسوم بمثله 80% من احتياج السوق العالمي من النفط هذا بقية للنفط لكن ربما ربما هذا على المدى الطويل ما قدير ليس قريبا من هون أنا بأكد لك من هون لعشرين خمسين سنة بصير النفط العربي ما له قيمة كله يستبدل بهالطاقة لأنه ماشيين فيها يعني مش إنه واقفين عم يعملوا تجارب على الطاقة الشمسية الآن وعلى الصخري وعلى الطاقة النووية تعافي النمو الصيني كما تشير التقارير إلى أي حد سيصبح مصدر توازن لزيارة الطلب على الطاقة ما هو بصير يستعملوا الطاقة البديلة في المستقبل الصينيين يعني لكن الآن في هذه المراحل الطاقة البديلة حتى الآن لم تنجح في أن تحلم المحل نفط وما عم نعتمد على سياستنا الداخلية اللي اللي نقدر فيها نتفق ونحدد سعر النفط أنا بدي آجي أعمل أنا هذه سلعتي أنا المفروض أنا اللي أتحكم فيها وأنا اللي أحددها وأنا اللي أشوف شو مصلحتي فيها مو حد يملي عليه أنت نزل وهذا يطلع وهذا غرق السوق وهذا إسحب من السوق ليش ليش فيشل المؤتمر الدوحة من أفشله ماشي الأمور بتعليمات ربما الثقة ما تزال غير يعني بتعليمات معينة سحبة السعودية من المؤتمر لا إيران اللي تنصح المملكة العربية السعودية حاضرة لمؤتمر الدوحة لا بس السؤال أعلنت قبل ما تحضر هي اشترطت خفض الانتاج أو تثبيت الانتاج بأن تقدم باقي الدول الكبار من المنتجين الكبار نفس الخطوة هم عارفين أنه إيران من الأساس مش رح تحضر تيجي تحطى شرط ليش ما إزام أنت من الأساس حتى لا تتذكر أيضا السوق بنفط إضافي بمزيد من الإمدادات النقطية هذه ربما أنت تشير بشكل مركز إلى الشطر السياسي في القضية هو الذي يلعب دور أساسي في أسعار النفط وهو الذي يلعب دور أساسي لسحب القوة المالية من الدول دكتور صلاح إلى أي حد سيصمد الموقف السياسي تجاه أسعار النفط كأوراق ضاغطة على كبار المنتجين خاصة مع وجود بواد الخفض مثلا في الكويت من التوقعات إلى 500 ألف برميل نيجيريا البرازيل كولومبيا الأكوادور فنزويلا في جميع هذه الدول وتعتبر من الدول المنتجة بشكل كبير بوادر لخفض الإنتاج هل هذا المتغير سيؤثر في المستقبل المتوسط أو الأمد المتوسط على أسعار النفط برأيك؟ نعم حقيقة ما أشار له الأستاذ عبدالقادر يعني في كثير من جوانب التي تستحق الوقوف عندها النفط السلعة اقتصادية تحكم عوامل سياسية واليوم في ظل مشهد إنتاج النفط في العالم هناك ثلاث عوامل تتجادب سعر النفط وكمية المعروف يقف على رأس العامل السياسي ويقف بالدرجة الثانية العامل الاقتصادي في اكتشاف الزيت الصخري والعامل الثالث هو تطور وسائل إنتاج النفطية أصبحت كلف إنتاج النفط في العالم الآن أقل من السابق بكثير يعني كنا حاضرين محاضرة هذا اليوم وأشاروا إلى أنه كلفة الإنتاج للنفط الصخري قد تنخفض إلى عشر دولار للبرميد هذا النذير يعني بأنه توجهات أسعار النفط في العالم المستقبلية قد لا تشتح السونات كبيرة بالرغم من أنه أنا دائما متفائل في هذا الجانب إذن يبقى موضوع الاتفاق يعني ربما ربما يعني يحصل اتفاقات جانبية بين بعض الدول ولكن هذه الاتفاقات الجانبية سوف لا يكون لها أثر يعني أشار الأستاذ سيمون إلى أنه أوبك فقدت بريقة كقائد للسوق النفطية الآن أوبك بحاجة إلى عادة هيكلة أوبك التي تأسست في بغدار عام 64 كانت تقود السوق النفطية وتمسك عصى القيادة في الجانب الاقتصادي للسوق النفطية لكن هل تستطيع أوبك أن تلزم كبار المنتجين جميعهم بالانضمام إلى عضويتها لا ولكن أوبك اليوم بحكم إنتاجها الذي يبلغ بحدود 32 مليون برميل قد تشكل إذا ما توافقت الدول في أوبك وأسقطت العامل السياسي والمناكفات فيما بينها ممكن أن تشكل نعم لماذا أقدمت أوبك على زيادة الإنتاج بواقع يزيد عن مليون برميل هو الحقيقة ليس أوبك أقدمت على زيادة الإنتاج وإنما الدول حست أنه بدت تفقد جزء من دخولها أحد وسائل تعويض الدخل هو زيادة الكمية الإنتاج في هذه الدول في سعي إلى أن ولكن ما أحد حقيقة حسب موضوع الدخل مرتباط الإنتاج كل الموضوع قاده الهمش السياسي أنه مدى إمكانية إلحاق الضرر بالآخر في هذا الجانب وإلا الآن واحد من العوامل التي ممكن الدول النفطية بشكل عام أن تلجأ له هو تأسيس صندوق السيثماري للنفط بحيث يكون رأسمال هذا الصندوق تساهم به الدول النفطية برأسمال كان يكون 100 مليار أو 50 مليار أو أي مبلغ آخر وأنه طالما ينتج النفط خليه ينتج وهذا الصندوق الاستثماري ممكن أن يستثمر بالفائض مجرد أن يستثمر بالفائض ويعيد تخزينه ويعيد تخزين الفائض لفترة بسيطة سترى أن سعر النفط يرتفع بشكل كبير هذه الحقيقة ليس غائبة حقيقة عن أذهانهم ولكن هم لا يريدون أن يخطوا هذه القطوة يريدون هم أن يسيروا بالسوق النفطية لتحقيق غايات غير اقتصادي أما موضوع الضرر كثير من الدول التي حقها ضرر بدون سبب يعني لو نظرنا إلى المشهد السوق النفطية تمكن من امتصاص هذا الضرر ما أحد يستطيع أن يعلم لأنه من يقود السياسة الدولية له غايات لا أنا ولا أنت ولا الأخوان الحاضرين يدركوها يعني أنا يعني صباح هذا اليوم كنت أفكر في موضوع أنه طرح قبل فترة في الجانب السياسي موضوع سمي موضوع الشرق الأوسط الجديد أو الشرق الأوسط الكبير قوة الشرق الأوسط مثل ما أشار له الأستاذ عبدالقادر هو في النفط إذن إذا ما تم يعني تحجيم دور الإيرادات النفطية في بناء اقتصاديات هذه الدول فبالتأكيد سوف يحصل في هذه الدول كثير من المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي قد تقود إلى تحقيق الغاية التي بني من أجل نظرية الشرق الأوسط الكبير أو الجديد نعم إذن كما ذكرتم دكتور صلاح ربما تثبيت الإنتاج إلى معدلات يناير لن يكون كافيا لإعادة الأسعار إلى سابقة هذه لا يعني إذا أخذنا الشق الأول أنه الدراسة التي قدمت من قبل منظمة الطاقة العالمية أنه الفائد ممكن أن يحسر ويمتص خلال ستة أشهر إذا ما تبت على إنتاج يناير السابق إذن يحتاجه إلى فترة طويلة ولكن هناك مسألة مهمة حتى لو تم الاتفاق بين المنتجين من يضمن التزام المنتجين يعني هناك لعبة في السوق النفطية هي السوق السوداء يعني ويقول لك أنا أنتج وأبيع وأنا طاقة الإنتاجية لثلاثة مليون لكن من تحت الطاولة هو إذا باع أربعة مليون من يثبت ذلك حصل ذلك أن الاتحاد السوفيتي في فترة سابقة في التسعينات التزم بتثبيت الإنتاج ولم ينفذ ذلك التزم على الورق لكن في الواقع لم ينفذ إذن الآن العالم أمام مسؤولية أخلاقية أعيد أكرر هذا الكلام المنتجين الكبار أمام مسؤولية أخلاقية لإيقاف إلحاق الضرر بالمنتجين الآخرين الذين يعني يعتمدون على النفط في تمويل البنية الاقتصادية لاقتصادياتهم لا تغرقوا دول العالم بمديونية لأنه دول العالم التي لا تستطيع أن بمتطلبات الإنفاق العام للدولة سوف تلجأ إلى المديونية العامة وإذا ما لجأت إلى المديونية العامة دخلت وخاصة إذا كانت تلك المديونية التي غرض يعني تغطيت كلفة الإنفاق العام ليس كلفة الاستثمارية سوف يدخلون في مشكلة جديدة أنه هذه المديونية الدولية ما هم يتحكمون في سعر الفائدة عليها يعني إذا ما رفعت في المستقبل سعر الفائدة على الدولار وبالتالي هو مدين المبلغ بثلاثة في المئة وإذا وفقا لنظرية الفلوتينج على الدولار يرتفع إلى أربعة وخمسة بالمئة حتى مستقبلا لو ارتفعت أسعار النفط وزاتة الدخول سوف لا تذهب لأغراض التنمية بقدر ما تذهب لأغراض تعطيت كل في الدين الحال نعم ذكرت دكتور باختصار شريد لو تكرمت أن النفط الصخري يطور من تقنيات استخراجه وإنتاجه لحدود عشرة دولارات للبرميل هذه حيثية حقيقة لافتة جدا كثير من المحللين يتوقعون بأن من الأهداف الاستراتيجية لانخفاض الأسعار هو إخراج النفط الصخري من المنافسة لكن يبدو أن النفط الصخري سيبقى منافسا رغم أنه يصنف من النفط الثقيل هو حاليا حاليا لحد الآن يعني لا زال كلف إنتاج أو السعر التوازن لإنتاج برميل النفط أو المكافأ لبرميل النفط من الزيت الصخري لا زال بحدود أربعين دولار وفي بعض المناطق أكثر يعني هبط من سبعين دولار إلى أربعين دولار بعض المناطق أربعين وبعض سبعين وحتى النفط العادي النفوط الذي في بحر الشمال كلفة إنتاج اتنين وخمسين دولار في خليج المكسيك كلفة إنتاج 50 دولار الأزال مرتفعة إذن كلف إنتاج النفطية في العالم إذا استثنين منطقة الخليج التي هي ذات الكلف الأدنى قد تصل أي سعر تحت 35 دولار غير مجد اقتصاديا ولهذا عندما بدأت بعض الأصوات في الفترة السابقة تشير إلى أن النفط سيتدن إلى 10 أو 20 أو 15 دولار نحن قلنا يمكن في برنامج سابق مع بعض الأخوان الضيوف نعم قد تحصل هذه ولكن هذه قد تحصل حالة مؤقتة لأيام لأنه ما ممكن لأي دولة أن تنتج وتبيع بأقل من سعر التكلفة نعم أستاذ سمعان تحليلات الخبراء الذين تواصل معهم برنامج رؤية اقتصادية يشيرون إلى الاحتمالات التالية ونتمنى من جميعكم الاشتراك في هذه التوقعات في 2016 من المتوقع أن يصل سعر برميل النفط بين 50 إلى 55 دولارا خلال النصف الثاني من العام في 2017 سيصل متوسط بين 60 و 65 دولارا وفي 2018 من 95 إلى 100 دولار هذه خلاصة ما أجمع عليه بعض الخبراء الذين تواصلنا معهم في رؤية اقتصادية كيف ترون واقعية هذه التنبؤات؟ شكراً إذا تسمح لي بالأول علق شوي على ما قاله الزملاء أولاً أولاً هم روسية هم إيران منجيري على باب الإفلاس فنزويلة مفلسة يعني لا أرى السلطة الرهيبة التي تأمر بهذه الأمور خصوصاً إذا بدنا نبحث النفط الصخري لأنه اقتصادي بعد يعني أنا إذا دولتي لو أنا ببلد عبعمل دول صخري غير دولنا وأمرتني حكومتي يوقف ما بوقف أنا أو زيد ما بزيد يعني أنا عبشت التجاري بعد نحنا ما تنبهنا وكنا عارفين أنه الإنتاج الصخري رح يزيد بأمريكا 5-6 مليئين برميل برميل باليوم ما حدك ترس وهذا عنص راوي ما بقول أنا أنه العامل السياسي مهم مهم جدا لكن بدنا نزيد تحليلنا أكثر في العامل الاقتصادي أيضا وجود هذه الفوائل في العوامل الاقتصادية الأخرى نعم هلأ تنعلق شوي على تكلفة الإنتاج يوم كان سعرنا نحنا ب كان سعر 110 أو 120 دولار للبرميل كانت كلفة الإنتاج الصخري بحدود ستين سبعين دولار يوم هبط السعر صار يدوره على وسائل الأسرع أما أنه يوصل للعشرة دولار هذا شيء من المستحيلات يعني أنا ليش؟ لأنه تكلفة أرخص تكلفة كما تفضل الدكتورية أنا تكلفتنا نحنا بنعرف كلنا كل دولنا بين 25 و 35 دولار كيف بالأحراب يجي واحد يعني يقدر ينزل تحتنا للعشرة دي لأ ما رح تصير هاي واحد بما يتعلق بالتأملات للأسعار المستقبلية مع احترامي لكل خبراء النفط ولا واحد منهم بيقدر يجزم أي شيء أو أنه شايف نور لأبعد من ستة شهور اليوم لأن العناصر تتغير عم تتغير كتير عندك العرض والطلب عندك التخمة عندك الكساد الاقتصادي عندك السياسة مهمة كتير كما تفضل عندك الطاقة البديلة علما بعده تأثيرها خفيف لكن عبتزيد أكبر دولة اليوم بالعالم عبترسمي في الطاقة البديلة هي الصين يعني قريبا جدا استثماراتها بالطاقة البديلة والتشجيع اللي عبتعتي لمواطنينها دي يستعملوا هي والهند شوف ما ذكرنا الهند والهند هي الأمل الثاني الكبير أنه يحسن الأسعار كلهم دول عبتشتغلوا على أمور تانية بديلة ما بشوف أنا في خبير اقتصادي اليوم بيقدر يجزم لأبعد من ستة شهور ولستة شهور حسب رؤيتنا نحن حيضال السعر يتراوح حتى لو وقفوا الانتاج حتى لو حصل اتفاق حتى لو حصل اتفاق منا شايفين نحن سعر النفط بيزيح عن بين 35 و 45 دولار للفترة الآن كله متعلق ما بس بالسياسي متعلق بكلفة الصخري وبالنهوض باقتصاد الصين وكيف رح تتصرف يعني أنت تميل مع عوامل العرض والطلب طبع 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 بيتأثر بالسياسي كثير لكن ما السياسي اللي بتتحكمه يعني هناك بوادر واضحة أستاذ سمعان لخفض الانتاج في الكويت كما ذكرنا في نيجيريا انتاج زياد الكويت اليوم زياد ورجعوا خلاصة الاضرابات الحمد لله ورجع زياد الانتاج الكوادور فنزولا يعني هل تتوقع ربما هذه الخطوات إلى رفع الأسعار استاذ عبدالله في فرد حل لتعافي الأسعار وهو اتفاق بين الأوباك وبين المنتجين لخارج الأوباك الكبار يلي خطوة الدوحة خطوة ممتازة من أي ناحية صحيح ما حسنت الأسعار ولا ردتها لورا لكن هذه أول مرة بيجتمعوا وبيتكلموا وتيشوفوا الوضعية الجديدة اللي هني موجودين برأيك ما هي أهداف الاجتماع الاستراتيجية استاذ عبدالقادر اجتماع الدوحة هل هو مسألة التقاء كبار المنتجيين تجسير ثقاء ربما تمهيدي المعلن لتحديد ثقف الاجتماع تمهيدي سياسي اقتصادي ربما لمرحلة ما بعد يونيو يعني لحد ما هذا الهدف بس أنا برجع بقول أنه ليش ان خبط وتخربط سوق النفط في هذه الفترة الأخيرة مع الأحداث السياسية اللي موجودة في المنطقة في المنطقة نعم شو العوامل اللي خلت سوق النفط يصير فيه هالارتباك هذا بهالشكل وبهالأسلوب هذا طيب ارجاء اي اتفاق حول الحصص لانتاج حتى يونيو القادم الى اي حد برأيك متصل بالحوار السياسي القائم حاليا بين نفس الاقطاب المنتجين الكبار بشأن قضايا المنطقة وخاصة الملف السوري ما هو كمان اللي ما بيكون معي فهو ضد انا يعني اسعار النفط والانتاج ما صار هو الهدف الحقيقي لحرب النفط هي تكسير رؤوس معينة في المنطقة هذا الهدف 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 كسب المواقف السياسية تقصد هو يعني انت انا بدي اضغط عليك بوسائلي حتى تخضع لما اقوله حتى تعمل شو اللي بدي يعني فأنا من هالناحية معلن يعني عم بعلن حرب النفط في المنطقة العربية حتى يعرف كل المنتجين للنفط انه اذا ما كان بيختعوا للي بيقدروا يؤثروا على الانتاج وعلى السوق وعلى اللادة ما بيخضعوا لهم معناتهم في وضع صعب هل تعتقد اي اتفاق اذا شمل ايران مثلا سيؤدي الى توازن في الاسعار ام ان الموقف الروسي يبقى هو المحدد شوف كل كل خطوة لاتفاق يحل كل هالمشاكل ما بتم الا اذا كان القوة الكبرى وافقت عليه بدون هيك احنا لا نملك نحن كعرب لا نملك ان نقرر ان نقرر كم الانتاج وما هو سعر النفط اللي يجب ان يؤمن ستة ثلاثة وسبعين قررها نعم دون سبعين قررنا ما كانش فيها المعطيات نفس النقطة هذه اي اتفاق حول الحصص القادم هل متصل بالحوار السياسي القائم بين الاقطاب الذي يشير اليها اي اتفاق يعني يخلق هامش نفسي يحرك السعر ايجابا الى امام ولكن هذا التحريك مؤقتا يرتبط بماذا يحصل من تطورات في الجوانب الاخرى يعني كما حصل الآن عدم الاتفاق خلق هامش نفسي نزلت الاسعار 6% اليوم السوق رجع بدأ يعيد نوازن نفسه لأنه نحن في مرحلة الحد الادنى للسعر العالمي وفق سعر التعادل في الانتاج في الانتاج ما كذلك الحال بالنسبة لهذا الموضوع نعم شكرا بيرجع بدأ ناخد بعين الاعتبار من المتغيرات الوضع في العراق والحصار على ايران وشو عمل الداخل أوبك المسألة يعني كلنا منعرف كانت حصة السعودية بالانتاج يوم كانت أوبك متفقة على حصص الانتاج كانت خمس ملايين برمين وكانت هي العنصر اللي بيعدل الانتاج يعني هي صقفة خمسة لكن إذا قالت إذا خف حدا انتاجه أنا بعود تترك توازن السوق زين اختفت الايراق من الانتاج أو نزل انتاجه بالحرب كثير وخدت الحصة السعودية بشكل رئيسي كذلك الحصار على ايران وكذلك نصر أن تدخل السوق النفطية بنفس الحصة التي كانت قبل الحصار هذا اللي بيقوله فطرد انت زنججي يعني انت كنت تنتج ثلاث ملايين ونزلت بالحصار نزلت لمليون وراح الحصار بتقول أنا بكتفي بالمليون أو العراق يعني عبينتج مليونين ونص والحين عبينتج أكل وبدو يطلع لحصته السابقة ما فيكتو وقف بطريقه بينما السعودية مثلا زادت انتاجها كثير بتقول لك أنا هذي حصتي من السوق أنا بدي حافظ عليها يعني هالمشاكل الداخلية خلقت وضع جديد اليوم بدأ خلط الأوراق كلها من جديد للبحث كما تفضل السيد عبدالقادر في نظام جديد يجب أن يطلع هو مداخلة بسيطة في هذا الجانب حقيقة موضوع خفض أو رفع الإنتاج للدول المنتجة لا يرتبط فقط بقدرة على الإنتاج بقدر ما يرتبط أيضا في عام الآخر وحجم الاستثمارات في القطاع النفط في تلك الدول أو الأسعار حجم الاستثمارات ليس الأسعار يعني الآن لو أخذنا على سبيل المثال أي دولة من الدول هي تنتج النفط من خلال الشركات النفط العملاقة في العالم الشير وموبل وإلى آخرهم هؤلاء مستثمرين في قطع النفط عندما ينخفض إنتاج النفط لا 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 روسيا شركات وطنية بالسعودية شركات وطنية لا 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 أنت تتكلم يعني شيء ربما ظاهره هكذا لكن الباطن قطع الصناعات النفطية تسيطر عليه ما يسمى الـ الأخوات السبعة اللي هي سبع شركات في العالم تؤثر عليه لا لا تسيطر عليه سواء في قطع تكنولوجيا الإنتاج أو في مجال الاستثمارات هم الحقيقة الخوف الآن أنه لا الشركات النفطية يلحق ضرر أكبر من ذلك خاصة أن الحجر المديوارية أطبع للطاقات الفنية خليني أنا شوي لو سمع كانت إيران بلد محاصر والعراق كان بلد محاصر تكنولوجيا خلاله تكنولوجيا كيف ينتجوا الجماعة يعني لا تعتقد أن الصناع ليست بيد وإنصر واحد ولا بيد مجموعة واحد الاستثمار في صناعة النفط والغاز تتراجع تلقائيا أستاذ عبدالل اليوم كل البلدان المنتجي للنفط تنتج أقصى طاقتها مع عدد السعودية كل البقية ينجوا أقصى طاقتهم حتى نحنا في عمان نحنا طاقتنا مليون برميل ننتج مليون برميل إيران تنتج زادت نصف مليون بالفترة الأخيرة هذا أقصى طاقتها لكن السلطنة تنتج بأنها مستعدة لخفر الإنتاج من خمسة إلى عشر في المائة إذا اتفق المنتجون على التفر سيدي السلطنة السلطنة هي الصوت الهادئ هي العقل الهادئ إن كان بسياستها الخارجية أو بسياستها النفطية وهذا شيء معروف عالميا الاتزان والمنطق والعقل هو عباً يطلع من عمان أستاذ عبدالقادر بعيداً عن العوامل السياسية دعنا في العوامل الاقتصادية الآن التي يمكن أن تعيد أسعار النفط إلى التعافي التدريجي ولو المرحلة نتحدث عن المدى المتوسط والبعيد يعني الجميع خاسر سواء البلدان المنتجة للنفط أو البلدان الصناعية المستوردة للطاقة العوامل السياسية التي من المتوقع أن تشكل مصادر أو عناصر ضغط كبيرة لتوازن السوق برأيك أسمع منك الإجابة بعد هذا الفاصل مشاهدين الكرام أرجو أن تبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر 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 مشاهدين الكرام أهلا بكم في رؤية اقتصادية وهذه الحلقة التي نناقش فيها التفاعلات المتوقعة في السوق النفطية إثر إخفاق المنتجين في التوصل لاتفاق لتثبيت الإنتاج في اجتماع الدوحة أستاذ عبدالقادر كنت قد سألتك قبل الفاصل عن العوامل الاقتصادية التي ستشكل عناصر ضغط قوية على الجميع سواء من المنتجين أو المستهلكين للطاقة خلال المرحلة القصيرة القادمة أولا نترح سؤال عدم الاتفاق بين الدول المنتجة للنفط لا يتم لماذا نعم أليس هذا الاتفاق هو لصالح كافة المنتجين هذا صحيح لماذا لم يتم الاتفاق معناته هناك عوامل مؤثرة لجهات مختلفة تملي عليها بعدم التوصل إلى الاتفاق هذا الشق السياسي الذي يتوقع الخبراء أن لا يصوت طويلا باعتبار أن الجميع يعني يسجل خسائر مليارية يستمر الوضع على ما هو عليه يعني نحن كمنتجين للنفط لا يعرفين مصلحاتنا لا يعرفين ما لازم نعم هل هناك عوامل اقتصادية ضاغطة برأيك خلال المرحلة القادمة ستعيد التعافي العوامل كلها هي العوامل كلها مفروضة تكون بأيدنا لأننا أصحاب السلعة إذا قلنا أن الاقتصاد يحرك السياسة ما هي العوامل التي يمكن أن تكون عناصر الورط أنا أنا كمنتج إذا كان في عندي حرية حرية بيع السلعة بالشكل اللي أنا بشوفه انتهت المشكلة نعم أنا بشوف السوق وشوح احتياجات السوق وبحدد السعر وفقا لذلك إنما مش عم بقدر أعمل هشي هذا لي وجود ضغوط سياسية تمنح الشيء أنا بعتقد لوجود غيري قادر ينتج لا 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 الانتاج موجود لا لا أنا إذا وقفت الانتاج غيري بينتج عدم الاتفاق لقد كنا متحكمين عدم الاتفاق إذن القضية هي في فرملت الانتاج عدم معدلات الانتاج عدم الاتفاق عدم تحديد السقف ليش ما حددوه مدام أنا رايح حتى حدد سقف الانتاج عدم الاتفاق ليش مثلا إيران قال أنا بترفض علي أن ينتج مليون كيف كنت أترخ مليون لكن أستاذ سمعان الإسعار المنخفضة الحالية السائدة الآن في السوق ليس لصالح حتى المنتجين نسأل بعيد عن الشق السياسي دكتور صلاح هل هناك عوامل اقتصادية ربما ستشكل أسباب ضغط نعم إذا أخذنا إيرادات الدول المستهلكة للنفط من الضرائب على النفط في بلدان واشرنا فيه حلقة سابقة أنه مقدار ما يفرض من الضرائب على النفط في الدول المستهلكة له أكبر من كلفة النفط نفسه يعني كان هناك إحصائية تشير إلى أنه 69 عفو 2.3 بالعشرة تريليون دولار تم تصدير نفط من قبل الدول الأوبك خلال فترة 6 سنوات وفي نفس الفترة حجم الضرائب المفروض على هذا الإنتاج تبلغ بحدود 6 تريليون دولار فخاصة دول أوروبا الآن بدت تعاني من مشكلة فقدان جزء من إيرادات الوعاء الضريب لها لأنه عندما ينخفض سعر النفط ينخفض إيرادات الدول ولكن يبقى مشهد النفط حقيقة مشهد جدا معقد تختلط فيه كما ذكرنا في بداية الحلقة عوامل سياسية وعوامل اقتصادية وعوامل فنية زائدا أنه الرؤية مثل ما تفضل الأخ سيمون الرؤية لمدى متوسط مفقودة طبابية ولهذا يعني إذا لا يمكن التكيخن بسعر لمدى أكثر من ستة شهور هذا متفائلين منك نعم هذا السعر الحقيقة يحكم الكلف الحدية للإنتاج يعني الآن سعر النفط الحالي أنا أعتقد الآن يساير الكلف الحدية أي توجه لزيادة قليلة على النفط في العالم وسحب جزء من الفائض يحرك السعر إلى أعلى ولهذا يعني حسنا فعلت السلطنة عندما بنت الموازنة على سعر برميل تقديري 45 لأنه حقيقة أكثر من دراسة قرأنا في جانب الاقتصادي أنه يتوقع مع نهاية هذا العام أنه سعر برميل النفط يتراوح من 50 إلى 60 دولار وهذا ما ذكرنا في برنامج إذن التعليلات ربما تكون أقرب إلى الواقعية أستاذ عبدالقادر ذكر الدكتور صلاح نقطة في غاية من الأهمية بأن العامل الضغط في الشق الاقتصادي هو تراجع الاستثمار في صناعة النفط والغاز لشركات الأجنبية للشركات المحلية في الدول المنتجة وخاصة أن معظم الشركات المستثمرة في هذه الصناعة هي شركات وطنية سواء المنتجين أو المستهلكين ألا يشكل هذا التراجع عامل ضغط اقتصادي كبير؟ من الناحية الاقتصادية البحث مفروض يشكل لأن هذه شركات وبها موظفون من الدول المنتجة ومن الدول المستهلكة وهدفة الربح وهدفة أن يكون عندها إنتاج نفط مستقر ومحدد الدخل إنما لا تستطيع أن تعيش على تقلبات الأسعار النفط لأنها لا تستطيع أن تبني سياسة للشركات التي هم مثمرين وقايمين عليها إنما إنما العامل السياسي والدول التابعة إلى هذه الشركات لا بد إلا أن تخضع لدولها هذه المشكلة هذه المشكلة القطاع المصرفي باعتبارك قريب قريبا من القطاع المالي هل سيكون له تأثير مباشر إذا ما استمرت أسعار النفط على ما هي عليه في موضوع التمويل القطاع المصرفي لا يستطيع أن يضغط القطاع المصرفي بده الأمور تزدهر وتستقر ويكون كل الأوضاع بشكل عام جيدة وملاء من العمل المصرفي النشاط الاعتماني وملاء من العمل المصرفي إنما الجو المحيث الآن لا يتناسب والعمل المصرفي لأنه عدم الاستقرار الاقتصادي في أي بلد لا يمكن أن يكون لصالح العمل المصرفي دكتور صلاة تفضل استاذ سبتسمح لي بس على الاستثمار بالمنشآية النفطية الاستثمار بالمنشآية النفطية له غرضين ما غرض واحد غرض المحافظة على كمية الانتاج يعني إذا ما استثمرت بالنفط حيخف انتاجك وهي واحدة وبتستثمر تزيد انتاجك إذا ما انخفضت الاستثمارات في الحقول النفطية سيقل الانتاج طبعا طبعا رح ترجع توجد ميزان جديد وينخفض ويرطفع النفط طبعا إذا تركت الأمور تركت الأمور لمجراءها الطبيعية إنه إنبطلت الشركات تستثمر رح يخف الانتاج طبعا تانيا انت سألت عن الجهة الاقتصادية تفضل الدكتور بنطة جوارية إنه دول المستالكة للنفط رائعة كثير من النفط إذا كان السعر مقافل ما بينسبها كدول ما بينسبها كثير من حيث ماذا لا يناسبها من حيث ما جزء اللي بتستقطع هي لميزانياتها خف انقفض يعني يوم 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 ينبيع مثلا النفط بكذا لكن أنا اللي بعتقد العنصر الاقتصادي الرئيسي هو عجز اللي بتوقع في الدول اللي بتوقع طبعا طبعا ديش بتقدر تحمل مثلا البلدين هذا هو المحور التالي الذي سنترحه دكتور صلاح من الآن وحتى عام 2018 والتوقعات التي تغلف هذه السوكسوك النفطية هناك التزامات للموازنات العامة كما ذكر أستاذ سمعان للدول النفطية أهمها فرص العمل البرامج الإنمائية كيف ينبغي التعامل مع هذه الظروف بين قوسين كاستجابة سريعة وواقعية يعني لو نظرنا إلى خالطة المديونية في العالم نلاحظ أن الدول الكبرى في العالم اقتصادياتها مبنية على المديون الدول النفطية حقيقة ومنها دول الخليجية الدول الوحيدة لنسبة المديونية فيها منخفضة جدا يعني أنا يمكن يحضرني ذهنيا مجموعة من الأرقام الولايات المتحدة الأمريكية حجم المديونية الدولية السيادية لها باستثناء ديون الأفراد والشركات يعني عندما نتحدث عن المديونية نتحدث عن مديونية الدولة تبلغ 106% من إجمال الناتج المحلي للولايات المتحدة الأمريكية حجم المديونية الدولية في اليابان تبلغ 132% من إجمال الناتج المحلي لها وهكذا هلما جرا دواليك قياسا إلى بقية دول العالم إذن المديونية لا تشكل خطرا على الأداء الاقتصادي في دول الخليج إذا ما استثمرت أموال المديونية في خلق تنمية اقتصادية تقود إلى تنمية الاقتصاد بما يغذي أهداف المواسنة العامة للدولة فإذن نحن الآن أمام مشهد حتى نوضح هذا الموضوع أنه الدول النفطية نعم انخفضت إيراداتها وهذه الانخفاضات قائمة بسبب الدني أسعار النفط لا يمكن لدولة أن تتوقف الحياة فيها ما هو الخط الآخر لتعويض هذا الانخفاض يجب اللجوء إلى المديونية وهنا يجب أن نكون حذيرين أن هذه المديونية التي يجب أن تبنى يجب أن نسقط من حساباتنا أن هذه المديونية يجب أن لا تكون فقط لأرى أن أدفع راتب أو أن أبلط شارع يجب أن أدعم القطاع لإنتاج وأهداف التنمية بحيث تخلق على المدى المتوسط والطويل تنويع اقتصادي لموارد بديلة تعوض على النفط لأنه قد لا تعود أسعار النفط إلى سابق هذه إذن اللجوء إلى التمويل والاقتراض من أجل إيجاد تنوية اقتصاد هل تتفق مع هذه الرؤية 100% بالحقيقة طيب القطاع الخاص نعم 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 نحن علينا ناخد درس نحنا أنه نوضع نفسنا بأسوأ الحالات هذا توقع أسوأ الحالات أهيا من توقع أحسن الحالات اليوم علينا نبني حساباتنا أنه ممكن النافط يبقى لفترة سنة بحدود 30 دولار خلينا نقول نحط أمامنا ونشتغل على الأساس أي شي بيحدث هيكون خير لقلنا أحسن لقلنا طبعا بطل لي بس يعني ما بتتم كيف بدو يتم عن طريق المديونية ونحنا كنا بجوز يعني طبعا المسؤولين الحكومي بيعرفوا أكتر منا وعرفين مصلحة البلد لكن نحنا كان برأينا أنه كان لازم ندين من سنتين يوم كنا نحنا عززين وكوين ندين من سنتين عشرين مليار دولار مثلا ونحطهم تحت ريحنا لأغراض التنمية يوم يجي الأيام هاي كنا منظر نسبة أما الدرس الرئيسي نحط حالنا بأسوأ الحلات إذا أشمع حدا سيكون ونستدين للأغراض التنموية والتنوية الافتصادي ونباعد المشاريع اللي غير مثلا يعني مستعجلة مثلا نستثمر بالساعة نستثمر بالزراعة ما بالزراعة بالغزاء 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 هم حددت مثلا في السلطنة خمس قطاعات لومستيات تعدين أسماك سياحة بالغزاء بالغزاء وقامتها الحين شركة ضخمة قامتها للحكومة لتأمين العزل بالأمن الغزائي يلي هي للدواجن والبكر والحليب والألبين يلي ميتش هكا استثمرات هي لماذا نستدين والقطاع الخاص لماذا لا نحن نعمل معه حوار ونحدد المشاريع اللي يجب أن تعمل في القطاعات السياحة بالتعدين بالأسماك نجي كله أن هذه المشاريع يجب على القطاع الخاص أن يكون يستثمر فيها ويعيد جزء كبير من استثماراته في الخارج ربما لتوطين الاستثمارات في مقال في الحقية كم يبلغ استثمار القطاع الخاص المحلي في الخارج لديكم تقديرات مثلا يقال أنه سبع مليار يقال القطاع الخاص استاذ عبدالقادر في بلدان الخليج على ذكر أيضا أسعار النفط كيف عليه اليوم من أدوار بين قوسين استراتيجية للتقليل من هذه الظروف المتوقعة ربما من استمرار الانخفاض والمسؤولية الاجتماعية المسؤولية الوطنية وخاصة فيما يتعلق بمنضوع فرص العمل في غاية من الأهمية لأنه ربما المعدل التراكم للباحثين على عمل في تزايد وربما فرص العمل المتوفرة إذا ما استمرت أسعار النفط على ما هي عليه على القطاع الخاص أن يكون بزمام المبادرة حتى نشوف القطاع الخاص أصلا شمساهم في الانتاج إذا كان الدخل 70% أو منه معتمد على النفط خمسة وثمانية خمسة وثمانية وخلينا نقول أنه عنده خمسة وثمانية الغاز بالحزعر عليه خمسة وثمانية الغاز وفيه عنده خمسة وثمانية الضرائب وشو ظل القطاع الخاص يساهم ما ظل له شيء يعني ما فيه أي مساهمة تذكر في فرص العمل بالتحديد وهذه نقطة في رأي من الأهمية كيف عليه أن يؤدي من أدوار استراتيجية تقام المشاريع الإنتاجية فرص العمل تتأثر فرص العمل من المشاريع هل يقتضي الأمر إيجاد حوار للشراكة متصل ويركز بالتحديد على أهمية أن يوفر القطاع الخاص فرص العمل وفرص العمل الحقيقية الفعلية المستدامة التي تؤدي إلى استقرار وظيفي للمخرجات لما بيصير في حوار قائم ومستمر بين الحكومة والقطاع الخاص عن المشاريع وتحديد المشاريع الإنتاجية التي يجب على القطاع الخاص أن يقوم بها كل أثناء البحث بتترتب عليه إنه شو النتائج كلها اللي بتترتب من على قيام القطاع الخاص بإنتاج بالقيام بهذه المشاريع التوظيف العمالة كلها مرتبط في بعضيه المهم هي المبادرة المبادرة في أنك تقوم في مشاريع إنتاجية وما تروح تركزني على مشاريع على التجارة والأمور الاستهلاقية لماذا ذهبت اتجاهات التمويل لدى القطاع المصرفي إلى القطاع العقاري بشكل كبير وملفت خلال السنوات الماضية رغم أن هذه السيولة النقدية ربما لا توجهت إلى قطاعات إنتاجية برأي كثير من الاقتصاديين كانت أفضل هذا أنا طالبت فيه أنه لا تركزوا على قطاع القرود الشخصية من فترة طويلة وأنا بقول لا تركزوا على قطاع القرود الشخصية والإسكانية إنما ركزوا على مشاريع إنتاجية والسياحة والقطاعات الخمسة التي ربما ذكرتها وكمال عم طالب من البنك المركزي أن يعيد أن يعيد نسب 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 عامة البنوك في المشاريع اللي هي خمسة في المئة اللي هي خمسة في المئة يرفعها ليش أنت بس تحدد للبنك أنه يساهم بخمسة في المئة من أي مشروع كوان سياحي أو تعديل خليه يساهم بأكتر بالنسب المعقولة كم يعني يحطها خمسة عشر بالمئة على الأخير يمي دكتور صلاح مستوى الاستجابة حتى الآن واتجاهات المعالجة باختصار عن الوضع المرتبط بأسعار النفط المنخفضة في ظل ضبابية من التوقعات حقيقة لا أحد يستطيع أن يتكهن في الأمد المتوسط والطويل كما ذكر الأستاذ يعني على مستوى الدولة بموجب السياسين النقدية والمالية يعني أنا أعتقد هناك يعني إجراءات احترازية جيدة في مجال تغطيط احتياجات التنمية الاقتصادية وتغطيط الإنفاق العام للدولة لأنه يعني كما نعلم أنه عندما حد سعر برميل نقطة على 45 وشير في الموازنة العامة للدولة أنه ستشهد عجز بحدود 3 مليار والتغطية ما لا تمت عن طريق أو تتم بشكل تدريجي عن طريق المديونية ولكن أنا أحب أن أضيف إلى ما أشار له الأستاذ عبدالقادر بخصوص دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية نقطة مهمة يعني القطاع الخاص يعني قطاع يهدف وقطاع يهدف إلى أن يدخل إلى المجالات التي تحقق له طموحه في الربحية وبأقل مخاطرة يعني هذه ثلاثة عوامل هي التي تدفع القطاع الخاص أن يكون فاعلا في التنمية الاقتصادية في اقتصاد أي بلد الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تدعم القطاع الخاص إذا ما مشت الدولة يعني كتف بكتف مع القطاع الخاص يعني لا تقول للقطاع الخاص اذهب وأسس لي مشروع لإنتاج كاسات الماء هذه تقول له أنا سأؤسس مشروع لكاسات الماء وأنا أساهم بـ 40% و60% من حيث لا تشعر القطاع الخاص سيدخل كمستثمر وعلى المدى الطويل إذا ما بنيت ستراتيجية لمجموعة من المشاريع مقسمة على أفق زمني متتابع تستطيع أنت أن تبني بنية اقتصادية لبلد خلال عشر سنوات حتى حصة الدولة ممكن إذا لم يكن هناك من خلال الموازنة العامة للدولة ممكن أن تقوم من خلال المديوني هذا هو مضمون الشراكة التي تشير إليه مشاهدين الكرام في نهاية هذه الحلقة نشكر ضيوفنا الدكتور صلاح الطالب الخبير الاقتصادي الأستاذ سمعان جميل كرم رئيس مجموعة الصاروج والأستاذ عبدالقادر عسقلان رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخليج للاستثمار نشكر ضيوفنا مرة أخرى ونشكركم مشاهدين الكرام إلا ما كنتم على لطيف متابعتكم في آمان الله شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة